أه.. بقولك يا عمهود وانا بكرا هعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا بروغرام ايه؟ العادي يا أمر بفوض انت جاي هنا عشان تقلب رزقك تشوف مصلحة تعملها تتفسح وتتفرج على شارع البلد زي اي واحد لسه جاي يأتينا الاول مرة وبعد ايه الدهر تجي لها القهوة عنونها سهل طو سهل سهل طبعا يالله تصبح على خير وانت من أهل بقولك وانا بعمهود معلش سنة مزحك بلا ذلك يوسيقى ومش عيز بقيت دหك عليها هنا مفيش حدة بيدحك على حد فساعم العملة الساعمت واحد علشات ان تضعوств هههههه he تفضل يا سيدي تسلم عن نقود هو عكون غلطوم ساري وحش هارف اصبع لخير تسلم عن نقود 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 تحس كده ان اعتبتها تراو على قلبي ومش عارف ليه متفائل حاس انها كلها فيها رزحين ده في الاول بس عشان انت مستجد مكرا ولا بعده لما تدخل في الجد وتدور على شغل هيبقى حالك بالحال سالم وكل الشباب اللي هنا ليه يا ام حودة ولا ماني منازل فل له فل؟ تحنس بقى صعي زيك ولا ايه؟ صعي هنا ارحم من صعي في مصر لا بس عمر مكانش صعي زيك في مصر ده فن تركيب كاميرات مراقبة في شركة محترمة عند لواء قد الدنيا لواء؟ سابق لواء سابق في الدخلية ده ما دي شغلانة كويسة وزي الفل ايه اللي خليك تسيبها وتيجي علينا؟ هنزقي حب الخفية برضا؟ وبعدين هو مش بيقولك في السفر سبع فوائد انا صراحة؟ ما شفتش منهم ولا فايدة يا اخي ما عرفت الناس كنوز كفاء ان انت تشوف اهل ولاد بلدك في الغرب؟ شكلك اوي مرة تسافر ها؟ عرفت من ايه؟ يعني عندك عشرة مزهادة و لزا نخدش على عينيك يا ظالم ده لسا بيقول بسم الله طب بالإذن انا بقى نورتها يا ام عمر اشبك بالليل؟ إن شاء الله المعلومة هتوصل دل بدد يعني خلاص انت بنور رايح عليهم عليك استعد بقى اللي جاي ربنا يعينك موسيقى ايه يا سبوبة؟ خد يا معل ده كشف في اسماء كل العرب اللي شغالين معايا ومخالفين شروط اللي قاما وقدام كل نفر منهم اللي قدرت تعرفوا عن ظروفه انت عبيت يا سبوبة؟ ايه عبيت دي؟ ما تلم نفسك يا جدع اعمل ما تزعلش بس اصلا الكلام ده عادي يعني المعلومات دي انا لو عدت خمس ده مع حد هنا علقه اعرفها يا رطول تغير انه معظمها مش مفهوم يا سبوبة خد انا بصراحة ما عرفتش ازاي يكتب اللي بسمعه دي ما فيه امتهاش عندك كاسد هم؟ تسجيل اه اه طب خلاص تسجل بصوتك ويحكي احكي ايه؟ احكي في المحكي يا سبوبة في ايه؟ العال دي اللي خليها تسيب اهلها وبيوتها وتيجي هنا ليه مخالفين شروط اقامتهم هنا حالهم عامل ازاي؟ اسمي قرائبهم اه طب وهي اسمي قرائبهم دي هتفيت في ايه في اللي هم عاوزينه؟ عشان يعرفوا يحللوا سبب الرئيسي اللي بيخلي الناس دي تخاطر بحياتها وتسافر وتتمسك وتترحل سالم او عاكون باوت العال دي فتعالي او عاكون باسلمه ولا مشو اخي تقالي مش بقولك عبيتة سبوبة قلنا بلاش عبيت دي يا جدع انت يا عم خلاص ما تزعلش بس هما دلوقتي عارفين عنهم كل حاجة بسهب الموضوع هم عايزين يعرفوا ليه العرب بيخطروا بنفسهم ويتغربوا اه ليه؟ هم عايزين يعرفوا يا سبوبة اه اه انت كده فهمت؟ اه علي الحرام ما فهمت حاجة يا سبوبة سلام يا عمر هروا حفر الدهري ساعتين وادي تحب اجي معاك؟ لا 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 خليك براحتك واش حياتك ما تربطش نفسك بيا اشرك بالليلة برياض ماشي حبيبي الله معاك ايه لي اخي عمر نعم انت بتعيش بك سياسة البلطجة الامريكية؟ نعم من انهيار الاتحاد سوفيتي من 8 سنين والادارة الامريكية طايحة بالعالم والعالم وقف مكتوف اليديك لا كله الا التحرش يا سيدي بنستفزوك وبيتهموك يا بتدافع عن نفسك بتدخل معهم بعداء مباشر يا بداك تسكت وساعتا بيعرفوا انك ضعيف وبدون يركبوا عليك تافا مام موضوع لي افعال مالو ممكن اكلم مستر هاروم أقول له مين؟ أبو معاطي الثواني أخبره أبو معاطي تعفيري عطولة قفه شنيه أحيري ريفاشا موسيقى طيب وفرد دلوقتي عندي معلومة مهمة جداً؟ هادي الحالة إليها رقم خاص بتتصل فيه وبتطلب مستر هارون ولما يسألوك عن اسمك ما بتعطي اسمك بتقول لهم أبو معاطي أبو معاطي شاعتها بيحولوك اللي عندي على رقم خاص مأمن على الرقم المأمن بعطيت موعد وبالموعد لما نتلاقى بتعطيني المعلومة وش بوش مش على التليفون ألو أيوة بو معاطي طيب لئين أتزابيو بعد ربع ساعة؟